انتظم أكثر من 147 ألف طالب وطالب في 210 مدارس حكومية اليوم بعد انقطاع دام حوالي ثلاث سنوات بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا نعم جمال حيث قامت الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم بتهيئة كافة الظروف المناسبة للعودة للمدرسة حضوريا وبهذا المناسبة اشهد سعادة الدكتور ماجد بن عاني نعيمي وزير التربية والتعليم بالرعاية الموصولة التي يحظى بها القطاع التعليمي في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراح وله الله مما مكن الوزارة من تقديم كافة الخدمات التعليمية لجميع المراحل الدراسية والاستمرار في تنفيذ المشاريع التطورية هذا وقد استعدت الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد بتوفير عدد من الخدمات الداعمة للطلبة من بينها تسير أكثر من 700 حافلة مدرسية تنقل أكثر من 41 ألف طالب وطالبة إلى جانب الحافلات المخصصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة كما قامت الوزارة بتوفير أكثر من مليونين كتاب مطبوع إضافة إلى النسخة الرقمية الموجودة على موقع الوزارة الإلكترونية والبوابة التعليمية بابتسامة مشرقة وحماس كبير توجه طلبته وطالباته المدارس إلى الصف الدراسي من جديد بعد انقطاع دام أكثر من عامين مستعدين لاستقبال عامهم الدراسي تعتريهم مشاعر الشوق للقاء معلميهم الذين بدورهم أعدوا بكل حب استقبالا جميلا ومتميزا وخصوصا للمراحل الدراسية الأولى استقبال نليون طالباتنا بكل حب عودا حميدا للحياة الدراسية الطبيعية من بعد التعلم عن بعد والذي استمر تقريبا سنتين ونص تم خلالهم تقديم كل الدعم لكن الحين احنا عدينا الخطط لتقديم الدعم الأكاديمي لتعويض الفاقد التعليمي من بعد التعلم عن بعد كل الدروس بدأت من أول حصة دراسية ادخلوا المعلمين بدأوا يعرفون الطلبة بأنفسهم بطبيعة المواد وطبيعة التقويم وآلية المتابعة ولله الحمد أيضا بدأنا اليوم الأول في جانب ترفيهي حتى نجد بالطالبات للبيئة المدرسية راح نبدأ إن شاء الله من يوم غد بوحدة المراجعة والتي تركز على استعادة المهارات الأساسية في اللغة العربية والرياضيات لتعويض الفاقد التعليمي عودة حميدة لطلاب المدارس وفرحة كبيرة امتزجت بالرغبة في التركيز على المرحلة القادمة من قبل الطلاب أنفسهم فهذا اليوم وصفه البعض باليوم السعيد لأنهم عادوا من جديد لمدارسهم وزملائهم أنا مستنسى عقل المدرسة لأن المدرسة وايد حلوة أحبها وايد لأن أتوفى صدقائي عشان أصير دكتورة أنا أول شيء في البداية أول مدرسة المدرسة أحس يعني بشعوره وايد حلو حسيت روحها وحس المدرسة رجعت وبردنا أدرس ودراسة وكل يوم بروح مدرسة وستنسى أني شفت رابعي كلهم وايد متحمس حق دراسة بالذات أني أبي أدرس وأشتهد لأن في طموحات عنا بأسويها يعني بخاطر أني أسويها وايد أني مثلا أصير دكتورة أو محامية جنائية وايد متحمس حدي متحمس لأن تعرفين ما طلعنا ما قابلنا رابعنا أما الحين نقدر نجابل رابعنا كل يوم وما شاء الله وايد في تعاون بين الأساطذة والطلاب والحمد لله يعني كل شيء صار عالمي يرام يعني أنا مستنسى على المدرسة مستنسى أني أشوف معلماتي ورابعي وأتعرف على رابعي الداد وكنت متحمس أني أشوفهم لأنه سنتين ما شفتهم أنا وجدت متحمس أني رجعنا للمدرسة وشفت المعلمات وجدت طيبات وكانهم قاعدين ساعدوننا على أول يوم وصديقاتي اللي كنت أشوفهم وراء الشوزة حينجتهم في الصق في اليوم الأول لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة استقبلتهم الهيئات التعليمية بالهدايا وقدمت لهم جملة من الأساسيات التي ستعمل عليها خلال المرحلة الحالية لمساعدة الطلبة والطالبات على الجمع بين المعلومات التي تلقوها خلال العامين الماضيين عن بعد وتمهيدا لرفضها بالمواد الدراسية الحالية استعدادا كاملا قامت به مدارس البحرين لاستقبال الطلبة والطالبات بكافة إمكانياتها وطاقتها لاستكمال العمليات التعليمية بما يساهم في إيجاد بيئة تعليمية متكاملة تخرج لنا بأجيال متميزة ومبدعة خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين